اشتركوا في القناة تركوا بصمة واضحة في السينما كممثل انه سيد درويش الشاشة الفضية انه كرم مطاوع قبل البدء في هذا الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ولد كرم مصطفى محمود مطاوع في 7 ديسمبر سنة 1933 في مدينة دوسوق بكفر الشيخ بمصر ظهرت عليه منذ طفولته موهبة التمثيل فكان يقلد أفراد عائلته ويتابع كذلك العروض المسرحية المدرسية التحق بكلية الحقوق ولكنه لم يستطع الابتعاد عن التمثيل وأدرك أن الموهبة وحدها لا تكفي فالتحق بالمعهد العالي لفنون المسرحية أثناء دراسته بكلية الحقوق تخرج من كلية الحقوق ومن معهد التمثيل في نفس العام وكان ترتيبه الأول على دفعته ونظرا لتفوقه فقد نال بعثة دراسية لدراسة الإخراك في إيطاليا استمرت البعثة لمدة خمس السنوات درس خلالها في الأكاديمية الوطنية للفنون الدرامية بروما وأثناء ذلك قام برحلة فنية في بعض الدول الأوروبية مثل انجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا ليتعرف على الاتجاهات الحديثة في فنون المسرح عاد إلى مصر سنة 1964 ليعمل أستاذا في معهد الفنون المسرحية وأخرج أولى مسرحياته وكانت من تأليف الراحل يوسف إدريس باسم الفرافير وقد حققت نجاحا جماهيريا كبيرا وتوالت مسرحياته بعد ذلك ومنها على سبيل المثال ياسين وبهية والفتى مهران وشهر زاد ومحاكمة رأس السنة وجواز على ورق طلاق وغيرها ثم سافر بعد ذلك إلى الجزائر ليعمل أستاذا في المعهد الوطني للفنون الدرامية حيث تخرج على يديه الكثير من الفنانين الجزائريين الذين أصبحوا روادا في المسرح فيما بعد ويعد نجاحه الكبير في المسرح أقل من نجاحه في السينما والتلفزيون فقد شارك في أفلام عديدة وفيها أدوار لا تنسى ومنها سيد درويش والمنسي وإضراب الشحتي ثم القطع عن السينما فترة طويلة بلغت عشرين سنة قدم خلالها العديد من المسرحيات منها اليهود التائه وأوديب وهملت وخشب الورد والإسكندر الأكبر وإيزيس كل ذلك بجانب عمله كأستاذ في معهد الفنون المسرحية أما عن حياته الشخصية فقد تزوج كرم مطاوع ثلاث مرات الأولى من السيدة الإيطالية مارجريت وأنجب منها التوأم عادل وكريم وهما يقيمان معها في إيطاليا ثم تزوج من سيدة سهير المرشدي وأنجب منها ابنته الممثلة حنان مطاوع وتزوج أخيرا من المزيع مجد عاصم والتي انفصلت عنه أثناء مرضه وقبل وفاته بشهر وقد أصيب كرم مطاوع بمرض سرطان الكبد وصارع المرض لفترة ثم انتشر المرض الخبيث بشكل مفاجئ للغاية في كل أنحاء جسده فتوفي رحمه الله تعالى في يوم 9 ديسمبر سنة 1996 عن عمر سلاسة وستونة عاما رحم الله سيد درويش الشاشة الفضية رحم الله كرم مطاوع برجاء التكرم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة